المتاحف المغرب طلب منا أستاذنا اختيار موضوع للبحث ليكون جزءا من مشروع قسمنا تنوعت اقتراحاتنا فضلت مجموعة أن تنجز بحثا حول متاحف المغرب تحمست للاختيار لأنني كنت على علم بوجود كتاب في مكتبة المنزل يتحدث عن المتاحف في المغرب وأنواعها لما وصلت إلى المنزل توجهت مسرعا نحو المكتبة أخذت الكتاب وقرأته وسجلت ما يفيد مجموعتي في البحث وفي الغد أحضر كل المنا ما عطر عليه من معلومات لما حان وقت تقديم عرضي قرأت فيه المتحف مكان تجمع وتحفظ فيه الآثار القديمة والتحف النادرة تفتح المتاحف في وجه الناس عامة لأغراض التعليم والترفيه وتتم زيارتها إما بشكل فردي أو ضمن مجموعات في المغرب عدة أنواع من المتاحف متحف حديقة الحيوانات بتمارة ويضم حيوانات كالأسود والنمور والزرافات والغزلان وغيرها المتاحف الفنية وتعرض أعمال الرسامين والفنانين ومتحف الترات الأمازيغي بمدينة أقادير الذي يحفظ مجموعة من المجوهرات والحلي ويعد متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر أكبر هذه المتاحف المتاحف العلمية وفيها تجد بعض الأدوات والأجهزة العلمية القديمة كمتحف العلوم بالرباط ومتحف النيازك بأقادير المتاحف التاريخية وهي التي تحفظ ببعض الوتائق والكتب والصور والأدوات القديمة التي استعملها الناس في حياتهم كمتحف الآتار بمدينة الرباط أنهيت عرضي وعبر أستادي عن سروره بعملي وقال لي لقد اخترت من المعلومات ما يفيد وأحسنت تنظيمها أنت مشكور على عملك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر